بتاع فكرة انا احس بياك كابتا محمد ان احنا بكرة ممكن نسجل هدف حلو بكرة ثبتة مش كرة متحركة لو انتوا لاحظتوا ان المباراة الاولى احنا الكرات الثبتة عندهم حاجة جاجة عليهم عن فكرة ياسر كان يجيب جون ومصطفى ياسر ابراهيم كان يجيب جون للشاطها دي يعني برضو من كرة ثبتة انا استغربت انا كرات ثبتة بتاعتنا كيتختر عليهم من كرات بتاعتهم هم كانوا كتير طبعا يمكن امير عارف القصة دي انا فاركة تكتكيا عندهم مشاكل في كرات ثبتة سواء المتحركة او بكرة بكرة ماتش اختف وجري اختف وجري انا بقى لا يهمني اداء ايوة الناس بكرة هتبقى بتقول لك ان احنا لعب بقى كرة حلوة ايوة ولا كرة حلوة ولا كرة وحشة اختف وجري بس وان شاء الله تقعد المباراة لحد التعالي انت عايف انا مطمين ازا ما انت قلت انه احنا مدخلش فينا اهداف في المباراتين فحتى انت احنا ليه مابورين في السنغال ما احنا لدينا نحافظ على المباراتين دا وبعدين انت معلش برضو ما احترامنا يعني المغرب اللي هي يعني بنسبة 70-80% ووصلت كاس عالم انت كاسبان المغرب كاسبان كوديفوار وصلت النهاية مع السنغال بطلت افريقيا يعني برضو احنا عاملين نتائج كويسة طب نقطة المغرب دي احسألك فيها على حاجة هي فكرة انه الناس كتير تقولك طيب احنا بكرة حافزنا عالتعادل او سجلنا هدف كل دي سنغال الناس اللي انا من فكر بقى الخروج للهجوم احنا مندفع كويس بس هلا هنعرف نخرج لجوم مبعش نفسك مبعش نفسك يعني انت اه هتهاجم وهتحول تهاجم وكل حاجة وهما هيدفعوا هيتحول بس مهم اللي انا بقى ما هاجم عشان اعوض وانا مش عايزين طبعا لقدر الله ان شاء الله ما ينفعش اللي انا اهاجم برضو يعني انت لقدرها ده خل فيك جون انت برضو ليك فرص في المباراة اثبت فما ينفعش بالظبط ما ينفعش اللي انا بقى ابدأ اطير وابدأ الدنيا لا برضو بقى لازم فيه ثبات وراء وفيه تركيز وراء والناس تشتغل بخبرات 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 المدرب ومحمد صلاح برضو وجوده في المرعب وهم في النقطة اكيد حاطت يعني اهو يعني اهو مطمين ايه مباراة المغرب في كاس الامم انت دخل فيك هدف وعوضت به هدف اين وروحت هاجمت جامع وهاجمت كويس وكنت بتغزر لا الراجل خلي بالك يا كريم برضو عنده خبرات كبيرة جدا سواء في ايران جنوب افريقيا اربع مرات روحك الساعة لا يعني عنده خبرات كبيرة واكيد مليون في المية اهو احنا لما كنا بنلعب او اي مدرب بيبقى حاطة المتغيرات دي خلي بالك ان يحصل في اول دقيقة اه يحصل في اه يدخل في الجنف اول دقيقة فدي طبعا بحب اسجل النتائج انا لا ان شاء الله باذن الله ما يخشش فينا باذن الله وتعدي اول ربع ساعة يمكن امير قالك خمسة واربين دقيقة اه اتمنى ان اول تلت ساعة تعدي اه في هدوء وبتركيز ونقاط ايجابين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صفر صفر واحد 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 ثابت وابس عكي انه جايبة من الكنترول واحد 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 ونحكلمك على هوا بكرا تمام لان انا 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 اجبك بالبيت تمام انا انا احتفل معاواة ان شاء الله باذن الله احنا بس عايزين انت اخلا بك احنا يعني طبعا انا انسيت اقول كل سنة والشعب المصري طيب بمناسبة شهر رمضان خلاص اهو يا رب فنتمنى بقى اللي احنا نخش على رمضان يبقى الناس بقى مبسوطة والدنيا تبقى زال فل مش بستهلة بس اه ان شاء الله نبقى مبسوطين بعد التنظيم بصراحة الاكتر من الرائع اللي اتعمل في مبارات الاولى لا يعني حاجة تشرب بصراحة يعني كل الشكر المسؤولين المتحدة تذكرتي الناس كلها بصراحة يعني عملوا مش اقولك انجاز لان دي يعني هيدي مصري يعني الحاجات الجميلة دي والجماهير لا كان جاو بصراحة جاو جميل جدا مش 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 افوارة ولا حاجة والله والله ما افوارة سوف يعني بقى العادي يعني بقى انا فترة في موضوع تنظيم الابنتات الكبيرة دي ما شاء الله يعني حاجة تشرف الحمد لله تشرفنا قدام العالم كله يعني كابت المحمد شرفت ونورت كالعيدة يعني وان شاء الله باذن الله ارجعوا منصورين مكبورين ان شاء الله ونروح كالس العالم ان شاء الله